خليني تشوف واد الفروسية استقبل البطولة الصيفية للفروسية للقفز الموانع بالتنسيق مع الاتحاد المصر الفروسية ده تقرير لطيف كده يخفف حدة الأحداث اللي احنا فيها وبعد كده نرجع للشكاوى اللي موجودة عندنا ونطلع حضراتكم عليها واد الفروسية بمنطقة عين السيرة على بحيرة عين الحياة بالفستاط بعد أن قامت وزارة الداخلية بتطويره وتجديده يواصل استقبال المنافسات المحلية والدولية في الرياضة الفروسية ملاعب الوادي على مدار سلاثة أيام شهدت تباري الفرسان في منافسات البطولة الصيفية للفروسية والتي أقيمت بملاعب الوادي بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية بصراحة المكان ممتاز مكان وصل للعالمية بأرضه بالبوكسات بتاعته اللي هي بيقعد فيها الخيل بالشدود بالتنظيم بالقدارة قدارة الشرطة قدارة رائعة طبعا في قدارتها للمكان يعني بصراحة احنا بنبقى مبسوطين وفحورين ان احنا في المكان دوت وعندنا في مصر مكان زي المكان يعني كل حاجة فيه نظيفة وبوكسات كويسة وكبيرة مكان لائق جدا بمصر وحضرتها ومضيها ومستقبلها فمكان يعني زي ما بقولك يتهمل فيه بطرات علامية الملاعب التي تتسم بمواصفات دولية إلى جانب ملاعب الإحماء تجمع فيها الخيول بفرسانهم تبار في رياضة قفز الحواجز بارتفاعتها المتدرجة في ظل أجواء تنافسية رائعة وفرتها لهم وزارة الداخلية والتي أشاد بها المشاركون أنا جربت جد بطولات في كذا نادي السيدات الصراحة أكبر نادي شفت الغاية بالوقت واسعة والأراضي حتى الماترية اللي بساعة الأرض مختلفة أول مرة أشوف حاجاتها يتابع الصراحة أنا مستريح والحسنة مستريحة كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنفسية ذات مقاييس عالمية تتوفر هنا فندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير بين جنبات الوادي وأماكن لانتظار السيارات فضلاً عن مطاعم وكافة رياض أتمنى أن كل البطولات تبقى هنا طول السيزن لأننا بجد المكان دا بنرتاح فيه كمان وجود فندق في المكان بيسهل علينا كثير قوي الترانسبورتيشن أو أننا نرجع متأخر بيوتنا وما ننحقش نرتاح والنعم ونسحة تاني يوم فإن البطولة في مكان زي كده فيه إقامة كاملة دا ممتاز جداً وتم توفير استبلات ذات سعة كبيرة لإواء الخيول مع توفير خدمة بيطرية ملائمة لها وهو ما يساعد على إراحة الخيول المشاركة بعيداً عن عناء التنقل أرض الفايبر حلوة ومريحة ووسعة للخيل والخيل مش بتحق وتقدر تجريبها سريع وكوي غرفة الحكام صممت بطريقة تساعد على رؤية زوايا أفضل لكافة الملعب لتوفير أداء تحكمي أفضل في كافة البطولات كل حاجة معمولها التصميم السليم جداً عندما تشوف حتى قاعد التحكم فوق شكلها إيه الزوايا بتاعتها كويسة كل حاجة معمولها ولكن يعني كل حاجة قاعد كويسة فنياً وإدارياً وكل حاجة فهذه حاجة عظيمة جداً يعني هنبنا نفخر أن مصر فيه حاجة على هذا المستوى أنا هنا في первый раз ليس هناك جمعاً هناك الكثير من أجل ومعاً أرن لرزمينكي ومعاً كونكوراً هناك الكثير من أجل ومعاً أفضل وزارة الداخلية هيأت وطورت وادي الفروسية ليستقبل المنافسات ليلاً من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملعب والله إحنا تاني مرة نيجي المكان ده ومكان طحفة ومن أكتر نوادي أنا حبيتها دلوقتي في البطولات وأراضي جميلة جداً السدود حلوة جداً وفيه إمكانيات الفروسية حلوة قوي أماكن هناك ويسوا مساحات كبيرة فالحسن بيأخذ راحته ختام فعليات المنافسات كانت مراسم تتويج الفائزين في منافسات البطولة حيث يتم توزيع الجوائز عليهم ليكون ختاماً ناجحاً للبطولة لهذا الموسم على أرض وادي الفروسية شفت حاجات كتير حلوة بصراحة المكان سباشيس الفيو بتاعه على المحيرة مكان خيالي ممكن الناس تجي فيه كمان تتبسط يعني تجي تتفرج على الفروسية ومبسوط من المكان في الناس الوقت المكان وادي فروسية مكان عظيم جداً ونحب نشهر زراد الداخلية على التنظيم العظيم اللي هم بيعملوه كل مرة تطوير وادي الفروسية جاء وفقاً لمعايير دولية في رياضة الفروسية إسهاماً من وزارة الداخلية في الارتقاء بتلك الرياضة في مصر ويساعد على استقبال المنافسات الدولية والمحلية في ضوء تجهيزاته المتطورة التي توفر الأجواء المتميزة لإقامة المنافسات